موسيقى رئيس الجمهورية يتبادل السهانية بمناسبة عيد الفترة المبارك في اتصالة هاتفية مع كل من رئيس دولة الامارات والرئيس التونسي والرئيس المالي رئيس الجمهورية يؤدي زيارة مفاشئة لكل من المستشفى الوطني ومركز الامراض العصبية وسط العاصمة نواكشوط مؤسرة المرضى والاطلاع على اوضاعهم موسيقى السلطات العمومية تطلق بنواكشوط عملية لتأمين الشواطئ بالتعاون بين خفر السواحل والاجهزة الامنية خلال ايام عيد الفترة المبارك موسيقى اهلا بكم شاهدين الكرام الاتباصل الواحدة حيث تبادل صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني هاتفيا التهاني او تبريكات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة امسي بمناسبة عيد الفطر المبارك وخلال الاتصال الهاتفية تناول صاحب الفخامة وصاحب السمو سبل تطوير وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين وكان فخامة رئيسي الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني رئيس الاتحاد الافريقي قد تلقى اتصالا مماثلا من نظره التونسي صاحب الفخامة السيد قيس سعيد وخلال الاتصال الهاتف تبادل رئيسان التهاني او تبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك كما تناول طرفان السبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كما تلقى فخامة رئيسي الجمهورية السيد محمد الشيخ العزواني رئيس الاتحاد الافريقي اتصالا هاتفيا من نظره المالي صاحب الفخامة السيد اسم كويتا وتبادل رئيسان التهاني او تبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك كما تناول طرفان السبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ادى فخامة رئيسي الجمهورية سيد محمد الشيخ العزواني زيارة مفاجئة لكل من المستشفى الوطني ومركز الامراض العصبية وسط العاصمة المقشوط وذلك لغرض عيادة المرضى ومؤسرتهم والاطمئنان على اوضاعهم في يوم عيد الفطر المبارك كما حرص فخامة رئيسي الجمهورية على ان تتم هذه الزيارة بشكل عفوي ومفاجئ مراعاة لطابعها الانساني وقدم فخامة رئيسي الجمهورية يعانات المالية استفاد منها عشرات المرضى وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر وثمن نسلاء المستشفيين ولوهم الخطوة مبدين ارتياحهم لها وكان فخامة رئيسي الجمهورية خلال تجوله في اجنيحات المستشفيين مرفوقا بالوزر المكلفي بدوان رئيس الجمهورية المختار والرجاع ووزيرة الصحة الناها من تحمد والمكناسة اشتركوا في القناة 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 منذ وصول السيد محمد الشيخ الغسوان الى السلطة خاصة فيما يتعلق من اجل تنميتها الاقتصادية خفر السواحل وتشكيلات امنية اخرى تستعد للنزول الى شاطئ لتأمين رواد الشاطئ خلال ايام العيد للتداخل لتداخل فورا طلب وهو ما سخرت له وسائل لوجستية متطورة وفرق مكونة للانقاذ على وجه السرعة هذه العملية تدخل ضمن الخطة العامة للامن المرسومة من طرف وزارة الداخلية واللمركزية عملية التأمين هذه دابت السلطات العمومية على القيام بها في السنوات الاخيرة خلال المواسم والاعياد التي يعرف الشاطئ فيها اقبالا كبيرا من طرف الجمهور من اجل اتخاذ الاجراءات الامنية الاحترازية اللازمة للحيلولة دون وقوع حوادث او للتداخل الفوري في حال وقوعها لا قدر الله هذه العملية تشارك فيها خفر السواحل الموريتانية بالاضافة لمختلف القطاعات الامنية على طول 8 كم من سواحل واكشوت تنطلق الزوارق مدججة بالرجال والمعدات الضرورية لانتشار الغرقاء من عتمة المحيط وفرق محمولة تمشط الشاطئ لتوجيه وارشاد الزوار خفر السواحل الموريتانية وكما هي العادة في كل مرة اعدت فرق انقال مجهزة بشريا وماديا للقيام بمهامها على الوجه الاكمل وبالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الادارية والامنية المعنية كما وضعت رقم الأخضر 105 للإبلاغ عن حالات الغرق المحتملة في هذا الخصوص اطلب من مرتادي الشاطئ عدم الاقدام على السباحة اذناء هيجان البحر وفي الاماكن الغير مخصصة لهذه السباحة والتي لا توجد بها فرق للانقال وهذه الاماكن تكون عادة مؤشرة بأعلام حمراء وكذلك اطلب منهم تجنب تيارات السحب هذه التيارات عادة هي الاماكن التي لا توجد بها امواج في البحر رجال انقاذ كونوا على السباحة عكس الموج لغاثة الضحايا ونجدتهم يجبون بزوارقهم داخل البحر قصدة من المواطنين والسهر على استجمامهم وراحتهم تشهد بعض منتزهات العاصمة من واكشوط اقبال معتبرا في أيام عيد الفطر المباركة حيث تتوافد بعض الاسر بهدف الترفيه والخروج من جواء الروتين اليومي للمنزل المنتزهات ومدن الملاهي في العاصمة واكشوط تشكل ملاذا لبعض المواطنين في أيام عيد الفطر المباركة حيث تتوافد عشرات الاسر إلى هذه الاماكن بهدف الترفيه والخروج من الروتين اليومي ويشكل الأطفال معظم جمهور هذه الاماكن حيث يجدون فيها متسعا للعب بمختلف الألعاب بالإضافة إلى ارتباطها بفرحة العيد بالنسبة لهما ويرى بعض المواطنين أن هذه المنتزهات أعطت للعاصمة وجها حضاريا بالإضافة إلى دورها في رسم الفرحة على وجوه أبنائهم خاصة بالأعياد وعطر نهاية الأسبوع ويأمل سكان واكشوطة أن يتوفر هذا النوع من المنتزهات ومدن الملاهي في معظم الأماكن وذلك باعتبارها متنفسا لهم ولأسرهم ينسيهم صخب المدينة وضوضاءها في مدينة زولاد نسخة الثلاثة عشر من البطولة رمضانية لكرة القدم داخل الصالة تحت إشراف والي تيرز زمور محمد المختار والعبد بحضور بعض المستساعدين وانتهت المباراة النهائية على مستوافئة القدامة بفوز فريق كنوال على فريق تيرز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ختامية شهدت بعض الندية بين الفريقين المتنافسين دي اكس ان فيما فاز فريق دي اكس ان على مستوى فئة الشباب في المباراة النهائية على فريق بنكيلي بنتيجة خمسة هدف مقابل ثلاثة وشارك في البطولة الأولى خمسة عشر فريقا رياضيا فيما شارك في بطولة فئة الشباب ثمانية فرق وفي نهاية البطولة منحت بعض الكؤس للفرق الفائزة فيهما فيما تم تكريم لعبين المتميزين في كل منهما وحول اجواء العيد في الداخل نبدأ من مدينة النعمة حيث توافد بعض المواطنين على النقاط الحيوية بالمدينة للتبضع والنسى المسجد نتابعه في السياق التقرير السالي من مدينة النعمة لا تختلف أجواء العيد في مدينة من مدن الوطن عن أخرى عادة إلا في بعض التفاصيل فمدينة النعمة على غرار باقي مدن الوطن استقبلت العيد بكل ما تحمله كلمة العيد من معاني فإضافة إلى البهجة والسرور كانت روح التآخي وتبادل التبريكات والتهاني بين الساكنة الصورة الأبرزة خلال هذا اليوم عشية العيد في مدينة النعمة شهدت المدينة حركية كبيرة في مختلف النقاط الحيوية حيث تنوعت وجهات الساكنة بين من اختار السفر خارج المدينة للاستجمام وبين من اختار المطاعم وجهة له وآخر وجد فينغادي مكانا مناسبا للتنزه الحمد لله ما شالله جواع العيد شعب موريتان كامل زاز يوم بالخير والعافية إن شاء الله وشاكر هن موريتان كامل اللي نحن هن نعم عندنا مشروع مطعم اللي هو هون نجوه نرفه عن روسنا ونجوه نحن واخوتنا وصحباتنا وننبركر شعب موريتان على ايد الفضل وطالبة منه السيمح ايد الفضل المبارك يوم عمت فيه اجواء الفرحة والسرور على الجميع صغارا وكبيرا ولعل فرحة الاطفال وهم بابها حلة تضفي بهجة تسيدة المشهد خلال العيد في المدينة عدنان اسماعيل لقناة الموريتانية مدينة النعم تتواصل من مدينة العيون مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك بين سكان المدينة ويشكل العيد فرصة للعديد من الاهالي لإحياء بعض العادات والتقاليد الاجتماعية المتنوعة اجواء الفرح بعيد الفطر المبارك توحي بظلالها في كل شوارع واحياء مدينة العيون حيث يتبادل الناس في هذه الايام التسامح وصيلة الرحم عادات كثيرة ترتبط بالعيد تتوارثها الاجتماعي جيلا بعد جيل تقديرا لهذا الظرف الزماني الخاص هذه العيد فتبارك الله عيد كان زين وكان على المستوى خلقة الذبيحة وخلقة الزكاة والفطرات وخلقة كاملة اللي منها الله يعدل في العيد وكان عيد أنا بعد نقبله مستوى عالي ما شاء الله اجواء العيد ما شاء الله كانت اجواء زينة هنا في مدينة العيون كانت اجواء تسامح كانت في زيارات مسائية للأسر والأهالي ودائما في العادات العيد الأضحى المبارك والعيد الفطر المبارك جميع العياد تعدفن فيها لعاب تقريدية واحدين يعدلوا السباق الفروسية واحدين يعدوا رماية تقريدية واحدين عندهم لعبة الشطرانجليا وامت وكانت في اجواء تسامح واجواء افراح ويفضل بعض السكان في ايام العيد التوجه لبعض المعالم السياحية في المدينة لا كل حال اجواء العيد هنا على مستوى الحوض الغربي اجواء كانت جيدة وممتازة وعلى المستوى هون معالم هون معالم تقيسهم الناس الاحميسة تقيس الناس خاصة هنا العيون يقيسهم البطحة ويقيسهم بلد الملعب اللي هو ستادزوك الشرقي ويقيسهم النزاة يقيسهم متجعات اللي متواجدين في النزاة والناس اللي عندها الفضل والغجيرة تقيس قليب نيمش وتقيس شوف وتعدى المراهر ومراهر جيدة وفي المدح مدح النبي صلى الله عليه وسلمه وفيها تمهور بالنعمة اللي طمنا لها العبد بعدها الصيام وعدها القيام اللي هو من المعالم اللي يقيسوا هالعيون الدحميس مظاهر البرح في أيام العيد تجلي من تجليات تقدير نعم الله على الناس أن وفقهم لصيام شهر رمضان المبارك وفرصة للقاء الاهل والأحبة وتجديد عرى الأخوة والمودة لقناة الموريتانية محمد البلال مدينة العيون إلى ولاية العصابة حيث شهدت مدينة كيفا بمناسبة عيد الفطر المبارك قبلنا على السحات العمومية والفضاءات المفتوحة في طواحي المدينة ويبحث هؤلاء عن مكان لراحة والاستجمام مع الأقارب والأصدقاء إظهارا للفرح وتعبيرا عن البهجة والسرور بمقدم عيد الفطر المبارك تدعى ساكنة مدينة كيفا خصوصا فيها الشباب إلى ساحة الولاية التي تحولت من وجهة الفسحة إلى فضاء لتلاقي الأقرباء والخلان في مشهد لا يتكرر إلا كل عيد متخذنا منها مكانا للصلة التي تعد من أبرز المظاهر المصاحبة للعيد كما كان للكذبان الرملية في ضواحي مدينة كيفا نصيبها من الزوهر فهي تعد أفضل مكانا للإطلاع على الجمال المعماري الذي تزخر به المدينة لعلوها ما جعلها الخيار الأول للفسحة بالنسبة لمرتاديها اليوم إن شاء الله جواء العيد الناس كاملة إن شاء الله تجلل زرتي سقطار وتعيش أجواء هنا تياها وليمنا يتيي هنا تياها نفس الشيء إن شاء الله نجوته ونعطي فيها قدر من الوقت جبر أصحابنا اللي معنا في الدراسة نجرهم هذا المكان معروف الحي سقطار يحتفل فيه نجبر فيه الاستقاة مكان صراحة زين بل مجبر الاستقاة إظهار الفرح والسرور عند العيد هو تعظيم لشعائر الله وأمر مستحب وصلة الرحم من أهم ما يتم التقرب به في العيد حمد المصطفان قناة الموريتانية مدينة كيفا وفي مدينة كيهيد تشهد ساحة المطار وبعض الشوارع الرئيسية حركية كبيرة من المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك فريقنا من مكتبنا في قرغل تجول في بعض يماكن المدينة ورصد أجواء اليوم الأول في التقرير الآتي في أول أيام العيد وخلال ساعات المساء يخرج سكان كيهيد إلى ساحة المطار التي تعد من أبرز الوجهات التي يقصدها السكان هنا خلال فترات العياد وعطلة الأسبوع وتكتظ هذه الساحة بزوار من مختلف الأعمار لتبادل التهانئ والتسامح والاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك في جو من الأخوة والانسجام أجواء العيدين والله لا أعينوا أصوأ الحمد لله جهزين للصلاة العيد صليناهم بالمطار الحمد لله أنا عدت حميس بشينا إلى جو نشور المطار الناس كان عقبوا إلى رمضان ولين الحمد لله هو رمضان عادت خاطلها شور المطار تبدل الجو عنها ويتوصل هذا النشاط في الشوارع الرئيسية في المدينة والتي تشهد هي الأخرى حركية من المواطنين للتمتع بأجواء معتدلة مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فترة النهار ويتطلع سكان عاصمة ولاية قرغل إلى وجود مرافق ومشآت للترفيه والسياحة خاصة في فترات العياد التي تشهد فيها المدينة توافد عداد كبيرة من الزوار تشهد بعض المنتزهات والأماكن العامة في مدينة أطار قبالا من الزوار طوال أيام عيد الفطر المبارك وتوفر هذه الفطرات فسحة لراحة والاستجمام رفقة الأهل والخلانة زحام على هذا المنتزه بحي مباركة وعمارة في مدينة أطار من قبل الزاهرين اللي نوفر لهم فضاء للراحة والاستجمام مكان يجد فيه الصغار ضلتهم بممارسة مختلف الرياضات والألعاب والمسابقات رفقة العائلة عقب الأجوال العيد مشاء الله جبوا لأخوتنا مدفاصة مشاء الله متجع زين مشاء الله وتبارك الله وزين عندي ذلك بارك مشاء الله بيه اللي ما كنا نجبره باركات وعندنا نجبره مشاء الله باركات في المسابقات في ياسر مشي زين مشاء الله وشاكرتهم على بارك الله ثم يزيدوا حتى بينا احنا ما عندنا موضي البلاس ويؤكد لأول أطفال أهمية هذا المكان الذي يمنح الأطفال الاسم تاعة بأجواء العيد في جو من الحميمية والبهجة واجتماع العائلة احنا جئنا هنا تياها في زيارة هذه المنتجة منتزها الأطفال بفطار هنا تياها حديقة هنا تياها الحمد لله احتفالا بذكرى العيد فطر المبارك وهون الحمد لله منظم وفيها أطفال هنا تياها نحث الأمهات عنه يتوجهوا شهر المنتجة لأنهم ينمي ذاكرت الأطفال وتعود لهم فيه حضانة أولا بدلا منهم يقلسوا بريدات خرين ما يعرفوا شين هو هذا تم شجعهم على هذا النوع من الحدائق وهذا التنظيم جيد المهم على أن جاين باطن هنا كأحد أباء الأطفال مرتاجي هذا المنتجة وهذا المنتجة المفصول فيه هو المجال الوحيد المتنفس للأطفال من أجل الترفيه ومن أجل كذلك قضاء العيد قضاء أيام العيد ولا شك أن بلاي تادرار هنا واطار بصفة عام مفاصلة في هذا النوع من المنتجات القائمون على هذا المنتجة استعرضوا الدور الذي بات يسهم به خلال مختلف المناسبات منذ إنشائه العام الماضي وفي نفس السياق يشهد ملتقى وسط مدينة أطار اقبالا من قبل الصغار الذين يرتدون ملابسهم الجديدة بينما اختار آخرون ركوب الدراجات الهوائية وسط أجواء من الفرحة والبجة بأيام عيد الفطر المبارك الفاغة وللشيباني قناة المورستانية مدينة أطهر إلى داخل السنواذيبو حيث تعد الساحة العمومية بالمدينة وجهة للعديد من السكان خاصة الأطفال الذين يجدون فيها متنفسا لراحة الاستجمام المسجد وعن هذه الأجواء نتابعه في تقرير مراسلنا من مدينة نواذيبو في الأول من عيد الفطر المبارك تستقطب أغلب الساحات العمومية والأماكن السياحية بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو العديد من المواطنين الراغبين في متنفس للراحة والاستجمام ويرافق أباء الأسر الصغار للعب والمرح في هذه الساحات التي تكون وجهة الأطفال في كل موسم للأعياد من السكان نواذيبو ننعوهم على الصباح صلوا صلات الصبح وبعدين صلوا صلات العيد نجل الدار ونعدلهم همنا وننعد أحميس ونصلوا لأرحام وننحن نوفم مصر تلأرحام ونقل سمتبرك بالتركاء واليلعب ومشрав الله جواه نواذيبو فيه العيد بتبارك الله نجي هنا تيار تحت المطار منا نلعب من لعب ترابولين ونا نقعد مع صحباتي ورا نبارك هؤلاء نواذيبو العيد جينا هنا الإجواء التي امتازها في مدينة نواذيبو جوة رائعة من شاء الله أنا جاي مع أخه هون جاي هون باللعاب الأطفال من شاء الله جوة من شاء الله جيدة مباركين للشعب المريتاني كامل وساكنت نوادي بخصوصا على هذه المناسبة الكريمة ويعبر المواطنون هنا عن ارتياحهم بجو الأمن والسكينة الذي تعيشه المدينة الأمر الذي يمنحهم فرصا للاستمتاع جاي من شاء الله أنا وأخواتي جاي من شاء الله نلعبوا هنا جو آمن جو مريح من شاء الله وزين ولا في أي تضرر مشاء الله ومبارك الاسم نوادي بمجلس سكان نوادي بعيد مبارك علينا وعليهم مشاء الله عيد مشاء الله زين وبرك مشاء الله زين وجينا وأخواتي ببارك زين ومشاء الله وعيد مبارك جميع المسلمين ومما يميز مدينة نوادي بو موقعها على الشاطئ حيث جعلها من أهم المدن السياحية في بلادنا وظلت تستقطب العديد من الزوار نظرا لما تسخر به من مقدرات سياحية متنوعة الشيخ الحميدي الموريتانية من مدينة نوادي بو نهاية النشرة تفكر بالعنوين رئيس الجمهورية يتبادل التهانئة بمناسبة عيد الفطر المبارك في اتصالات هاتفية مع كل من رئيس دولة الإمارات والرئيس التونسي والرئيس المالي رئيس الجمهورية يودي زيارة مفاجئة لكل من المستشفى الوطني ومركز الأمراض العصبية وسط العاصر منواق شوط لمؤسرات المرضى والإطلاع على أوضاعهم السلطات العمومية تطيق بنواق شوط عملية لتمين الشواطئ بالتعاون بين خفل السواحل والأجلسة الأمنية خلال أيام إيد الفطر المباركة شاهدين الكرام عيدكم سعيد إلى اللقاء شكرا للمشاهدة